السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم لرقم فارس من خلف المايك في هذه الحلقة سوف نشارك معكم إن شاء الله كيف تستطيع تصميم كتاب خاص بالتلوين للأطفال على الأمازون كا دي بي إذا كنت لا تجيد أو لا تعرف كيف تستطيع أن تربح المال من مجال كا دي بي سوف أترك لك دورة شاملة في أول رابط في وصف هذا الفيديو دورة شاملة بكل ما تحمله الكلمة معنا لا تحقر أنها كونها مجانية لهذا إذا كنت تريد أن تربح من هذا المجال أنصحك باستثمار كل ثانية في وقتك والإطلاع على الدورة كاملة يا صديقي حتى تحصل على أقصى استفادة ما تحتاجه من أجل تصميم مثل هكذا عمل كتاب للتلوين هو تصاميم مساعدة سوف أجد أيضا أفضل موقع أستخدمه لتحميل مثل هذه الفيكتورات بشكل جاهز سوف تظهر لك في فقاع على اليمين أو على اليسار في الأعلى على حسب اللغة التي تستخدمها في اليوتيوب طبعا نبدأ مباشرة من دون أي إطالة أكثر في درس اليوم أسحب هذا الباترن هذا الباترن قد يكون لديه خلفية نعم كما توقعت لهذا أقوم بضغط مرتين متتاليتين ليدخل في جروب الإلستريتر حتى أقوم بسحب فقط الباترن بعد ذلك أتي على لوحة العمل التي تكون حاملة لنفس أبعاد الكتاب الذي قمت بتصميمه أدعوك وبشدة لأن تراجع الدورة الشاملة حتى تفهم عن ماذا نتحدث بعد ذلك أتي إلى آدات الألين ألين تو أرد بورد طبعا وأقوم بعمل هذين الخيارين بعد ذلك أقوم بتكبيرها قليلا بهذا الشكل من الضروري جدا أن أضغط على shift ليحافظ على التناسق بعد ذلك بكل بساطة أختار أداة الممحات أضغط على alt وأقوم بالسحب بهذا الشكل ليمسح هذا الجزء لا أحتاجه أحتاج هذا فقط بعد ذلك أعود أو أغلق هذه لا أحتاجها بعد الآن أعود إلى هذا الفيكتور الذي سوف أستخدمه استخدام أساسي دوما قلنا أنك في الإلستريتر حتى تريد أن تقوم بحدف أي شيء تدخل مرتين وأقوم بالاحتفاظ بهذا التصميم الأساسي فقط بهذا الشكل أقوم بتضبيطه على الصفحة بهذا الشكل طبعا يا صديقي تأكد دوما من ضغطك على shift بعد ذلك أريد منه أن يكون في المنتصف بهذا الشكل أضغط ctrl c لعمل نسخة ctrl f ليقوم بعمل duplicate in place بهذا الشكل بعد ذلك أقوم بتصغيره بهذا الشكل هنا فيها الأعلى ربما ليكون مثلا دليل قد أتركه للطفل الصغير ويعمل عليه كهدف حتى يستطيع أن يصل إليه أو استطيع أن أوزيله من دون أي مشاكل على الإطلاق مرة أخرى أعود إلى هذا أضغط ctrl c ctrl f أقوم بعمل تحديد له بعد ذلك أقوم بعمل دمج بهذا الشكل أتي إلى object بعد ذلك أختار path بعد ذلك أتوجه إلى offset path وأقوم بزيادة القيمة حتى يمسح لي كل شيء حول التصميم الأساسي وأركز نظر الطفل إلى الديزاين الموجود هنا بعد ذلك أقوم بدمجه مرة أخرى expand بهذا الشكل وأحصل على هذه النتيجة أعود مرة أخرى إلى اللايرات مثلا إلى هذا اللاير أقوم بالتحديد مرة أخرى أدخل مرتين بهذا الشكل بعد ذلك أستطيع أن أحدد هذا كما ترى يا صديقي ctrl x لأقوم بالحصول عليه بعد ذلك أخرج نهائيا من الطبقة وأضغط ctrl f لأسحبه في طبقة فريدة أعود مرة أخرى إلى هذا أقوم بتحديدهما معا مع بعضهما بهذا الشكل أقوم بالتحديد بهذا الأسلوب هذا لازال لم يندمج مع بعض لهذا أقوم بدمجه بهذا الشكل أقوم بتحديد كل شيء بعد ذلك shift builder tool وأقوم بالضغط على shift ليمسح بهذا الشكل أعود مرة أخرى وأقوم بتحديد هذا الفونت وأختار له مثلا نفس هذا اللون ليكون هذا هو العمل في النهاية بإمكاني كما سبق وأخبرتكم أن أترك دليل لطفل هنا فيها الأعلى معناه أنك يجب أن تصل لهذه الرسمة وتقوم بتلوينه بهذا الشكل لماذا أضفنا الباترن؟ للتشويش على الطفل وجعله يبقى مشغول أكثر فصفحة فيها الكثير من الأليمنت ليقوم بتلوينها أحسن من صفحة فيها أليمنت واحد أو اثنين فقط كان هذا كل شيء في حلقة وموضوع اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بها الحلقة شكرا على حسن المتابعة والإيصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته